اشتركوا في القناة اسم ربك الاعلى مشهد العلو اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تصور عمل عام كامل سيرفع في هذا الشهر يا عبدالله سيرفع وسيطلع الله عز وجل على عملك انا وانا اتي بنتيجة ولدي اضطرب انا مش نتيجة انا نتيجة ابني اشعر بشيء من الاتراب فما بالك وهذا امتحان مفهوش دورتاني زبح الموت بين الجنة والنار يا اهل الجنة خلود فلا موت يا اهل النار خلود فلا موت الا ما يخرجه الله عز وجل بشفاعته سبحانه من المسلمين فتأملوا يا عباد الله هذا الشهر واعملوا فيه واستهدوا فكان السلف يغلقون حوانيتهم في هذا الشهر يستعدون لشهر رمضان من خلاله وكانوا مع ذلك يسردون صوم ويقيمون ليلة وقالوا شعبان هو شهر القراء يعني شهر قراءة القرآن فان استطعت ان تقرأ القرآن في اسبوع ففعل فانه ان اتاك شهر رمضان قرأته في يومين وان استطعت ان تقرأه في يومين ففعل فان جاء شهر رمضان قرأته في يوم وقد علمتم من كان يقرأ القرآن في اليوم مرتين فيتم شهر رمضان بستين ختمة نسأل الله عز وجل ان يوفقنا لاغتنام الايام الصالحات اما بعد احبتي في الله اخواني اذا كان الواحد منا على موعد مع ضيف ما فماذا يفعل سيرتب البيت ويلبس اجمل الثياب ويتعطر ويهيئ نفسه اليس كذلك فكيف نستقبل شهر رمضان ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا قالها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا نستقبل شهر رمضان اول واعظم ما نستقبل به شهر رمضان الاستغفار هو الاستغفار التوبة لان الذنوب تحرم صاحبها من البركات الذنوب تحرم صاحبها من الاعمال الصالحة تحرم صاحبها من الرزق من اجابة الدعوات وما الزم عبد قلبه بالاستغفار الا زكاة وان كان حائرا الا هدي وان كان مضطربا الا سكا التوبة يا عباد الله الاكثار من الاستغفار حتى يفتح الله لك من البركات ويسر لك فعل الطاعات اغلق الجوالات الا للضرورة من الان باقي اسبوع الذي لم يستعد من بداية شعبان عنده الان سبعة ايام تقريبا من الان نغلق الجوالات الا للضرورة تطبيق التيك توك احذفوه وهذا من صدق التوبة لان الشيطان له خطوات يا اخوان والله مقطع بجر مقطع تعرفوا الكلام هذا كل ياتكم مقطع بجر مقطع هاي خطوات حبل بمسكك الحبل الشيطان وبلش يسعب فيك حتى يوقعك في الحفرة خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان النظر يميت القلب اياكم احذروا النظر النظر يميت القلب يدمر القلب يسود القلب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبي نكت سوداء الذنب التاني نقطة 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 حتى يصبح اسودا اسود فاذا تاب واناب يعني رجع لله عز وجل سقل قلبه فعاد كالمرآة فتوب عباد الله وبيض قلوبكم من الان هذا الشهر والله العظيم فرصة فرصة يا عباد الله سماع الاغاني تميت القلب حرام تميت القلب اي وربي كيف سينبض قلبك بالقرآن كيف سيعيش مع القرآن وانت قادم على جار القرآن وانت تسمع الاغاني المعازف هذه رقية الشيطان هذا الامر الاول باختصار الامر الثاني نظف قلبك نظيف قلبك محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى نحن قادمون على شهر فيه عتق من النار تعرف شو معنات الله يعتقك من النار الله عز وجل يعتق رقبتك من النار يعني لن تدخلها شهر عظيم وهذا الكلام من متى يبدأ من اول ليلة من ليالي رمضان تبدأ الاثماء بالصعود لله من اول ليلة فكيف يريد العقل والديه أن يعتق الله رقبته من النار وهو ملعون على لسان رسول الله كيف الذي يعق والديه كيف يريد قاطع الرحم أن يعتق الله رقبته من النار كيف وهو ملعون 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 الله لعن قاطع الرحم وتوعد أن يقطعه ما بيكلم عمه ولاد عمه خاله أخته خالته هذا رحم اللي في بقلبه شحناء كيف جاي على رمضان تقول يا عفو اعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وانت قلبك أسود ولا تعفو عن إخوانك ولا تتجاوز كيف الجزاء من جنس العمل اعفو يعفو عنك الله يعفو عنك تجاوز الله يتجاوز عنك كيف يا أخوان ليلة نصف من شعبان مرت الله اطلع فيها على العباد فغفر لعباد إلا لمشرك أو مشاحن وشرحنا هذه الكلمة كثيرا في ناس كتير الله ما غفر لها ومن أهل الصلاة ومن أهل ما غفر لها ليش؟ لأنه في شحناء بينها وبين إخوانها صالح جارك صالح رفيئك صالح قرائبك إذا كانت القطيعة للدين ما في إشكال بيكفر كذا ما في إشكال نقاطعه في الله لكن إذا كان لأمر دنيوي فكله يحل وإذا كان الأمر من سفاسة في الأمور فاحذر والله ما إجل عندي والله ما زوجني بنته لا ابني ابنه ضرب ابني هذه أمور كلها مرفوضة واما الله عند الله عز وجل مرفوضة فخلص قلبك نظف قلبك حتى يرضى عنك الله عز وجل الأمر الثالث حدد هدفك إيش هدفك من رمضان هل هي عبادة روتين في ناس كتير بيصالي الآن روتين تأتي إلى صلاة الجمعة روتين روتين أنا بعرف ناس الآن في الخطبة بيطلعوا بيحكوا على الخطيب بتكون الخطبة على الغيبة وحنمي وبيطلع بيحكوا على الخطيب فهذا روتين يعني هذا جاي بس روتين قضاء روتين فحدد هدفك إيش الهدف من رمضان رمضان الله عز وجل جعله فرصة فرصة لأمة محمد فرصة للمذنب أن يتوب فرصة للصالح أن يترقى في الدرجات فرصة فرصة يا أخوان وجعلنا ليلة القدر في آخر رمضان رح نتكلم عنها إن أحيانا الله تبارك وتعالى كلها فرص من الله أقبلوا يا باغي الخير أقبل هذا نداء الله لعباده ويا باغي الشر أقصر حدد هدفك أنا هدفي يا رب أن تعتق رقبتي من النار يا رب أنا مهموم عندي هم الدعوات مجابة أكثر من الدعوات الله لما يراك صائم بالنهار قائم بالليل هاكي فعلة الله القرآن تسارع تسارع في أعمال خير أبشر والله أبشر بالخير وأبشر بالسعادة فإنك تعبد ربا كريما رحيما سبحانه وتعالى الأمر الرابع والأخير لن أطيل عليكم لا تنسوا من حولكم الفقراء المحتاجين لا تنسوهم ولا تبخلوا على أنفسكم لا تبخلوا هذا مال الله تبارك وتعالى من الآن تصدق أجعل سلل السحور لا الأفطار لكذا أعينهم ببعض المال حتى يتقوّوا على شهر رمضان كان كثير من السلف الصالح يخرجون زكاتهم متى في شعبان زكات أموالهم حتى يتقوّى بها الضعيف حتى يتقوّى بها الضعيف والمسكين أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعله شهر عز ونصر وتمكين وفرج للأمة الإسلامية وأن يجعلنا فيه من المعتقين من النوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر